سلسل جد 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 مسلسل بيقرف العيل اللي فيه جد بيتقرف واحد متجوز رقاصة على قولتهم والثاني يحب مرت أخوه والثالث شمام مدمن وحاطت واحدة معاه في البيت وهي كمان شمامة مدمنة ومش راضين لا هو يترك المخدرات ولا هي تترك المخدرات واحدة بتخلي جوزها يروح يتفيد مع أخوانها العاطلين علشان يكتلوا أخوها المنيح علشان هم يأخذوا المصاريف يعني يعني عاطلة عبيد فلوس لترالي عبيد فلوس يعني أولادنا حرام يعني شو بنا نعمل لازم نعيش ونعيشهم ترى والله من عارش وبدأ أحكي لكم كل الحق على أبو لردوان البرنس يعني مش عاملة مش عاملة ورط الولد ورط هالابن الملاك المسكين اللي كل الناس بتحبه مع أخوانه اللي مسخين واللي مش مناح بهالورصة السوداء هاي وخلاهم فوق هيك على عداوة اللي خلتهم وروحوا يعني يحاولوا يقتلوا ويقتلوا مرته ويقتلوا ابنه ويأخذوا بنته ويرموا بنته في هالموقف شردوا عيلة كاملة يعني جد بها العملة شرد هيلة كاملة وفرقها فوق ما هي أصلا كانت مفرق ترى هو صحيح أنا ما أخذيكم إنه فتحي وياسر وخوانهم هم كثير سيئين هم كثير شرانيين بس يعني والله عملت أبوهم هي اللي زودت تطين بله يعني وهي اللي ورطت ردوان البرنس وهي اللي خلتهم يعادوا عملت أبوهم بتمجيد هالردوان هذا البار الملاك المنيح ابن العالم والناس هي اللي طلعت كل هالمثلسل يعني الله يسامحك يا أبو الله رضوان الله يسامحك مش لو خليت الأمور تمشي هيك بسلاسة وبسهولة وزي ما هي وكل واحد يأخذ نصيبه يعمل منيح منيح والعاطل عاطل اللي بدي عمل في نصيبه إشي يعمل ومش أحسن كان ما يخسرنا عيلتها الشب الوردي هذا اللي في أول حياته اللي ضيعت عيلته كلها يا زلمي كان ما أشوفنا هلأ كل هالشعب المصري بيهاجم هالزام فتحي وبيهاجم أحمد زاهر وبيهاجم بنت أحمد زاهر وأحمد زاهر بطل عارف يتحرك في هالدنيا يعني لا هو في المسلسل خالص ولا هو في الحقيقة خالص وبناته كمان ما خلصوا من الموضوع يعني أحمد زاهر يوم قاعد بيحكي لك بيهددوني في القتل واللي بدهم يتهجموا عليه واللي بيحكوا عن بنتي واللي بتهجموا على بناتي بنتي بطلت قارفة بطلع بشوارع وبطلعوا مقابلات قاعدين على التلفزيوية عشان يهدوا هالناس والأخوان والإحنا براهن على وعي المواطن يعني والأسخم من هيك بيجي لك واحد بيقول لك لازم توقفوا برنامج رامز مجنون رسمي لأنه شجع على السادية والتعذيب وممكن الناس الدق في بعض يا زلمة بغض النظر عن رأيي ببرنامج رامز ولا بقلبة مأن ولا ببرنامج سعادة ولا بمسلسل ببرنس ولا بالفتوة بأي واحد من كل هدول اللي قاعد تشوفها على الشاشة تباه التلفزيون بس جد ولا واحد من البرامج وصل اللي وصل البرنس مع أنه محمد رفضان الكل كان بهاج مداما أنه هذا قاعد بعلم الشباب المصري وهو قدوته وكل الشباب المصري بقلده اليوم طلع هو منيح في المسلسل ومع أنه منيح في المسلسل بس برضو عمل بلاوي زرق المسلسل تبعه في الوسط اللي احنا عايشين فيه كل الناس صارت بها تقتل خلص كيف بيجوا بنت البرنس يعني كيف بتركوا بنت البرنس في الموقف كيف بقتلوا عيلة البرنس أي قدنا نقتلهم كلهم يا سيدي رضوان البرنس هو شخصية جسدها محمد رمضان ومسلسل البرنس في رمضان 2020 وهو شاب مهدب وابن عالم وناس فيش زيه يعني فيش زيه لترالي ملاك الزلمة طالع بس الله موقع وفي عيلي أسوأ وأحقر عيلي وإخوان ممكن الواحد تعرض لهم في هالدنيا نصيبه أجا هيك لا وبيجي أبوه قدما هو بيحبه قدما هو معول عليه وقدما شايف لأنه خلص هذا هو بي رح يشلد عائلة قبل ما يموت شو بيعمل بيروح بيكتب كل أملاكه باسم رضوان البرنس وهون بلشت القصة بيجوا بعد ما يتوفى هالزلمة بدهم يشوفوا شو المرات بيقول لهم رضوان انه يا أخوان حب أقول لكم أخوكم كلكم يا زلمة أنت يا زلمة أبوك كاتب لك الأشياء وكاتب لك وصية ويقول لك لما ربنا يصلح حالهم لو ربنا أصلاً ما أصلح حالهم وأنت موجود يا حج بديوا يصلح حالهم بعد ما تموت إذا أصلح حالهم تعطيهم نصيبهم رايح تقولهم أيوا أخوكم كلكم طب إلبس يعني إلبس شو اللي صار معك في المسلسل وتصير لك هالعملة السوداء معلموا عينك ما تشوف إلا النور قتل وموت قتلوا مرته قتلوا ابنه وهو دخلوا على المستشفى بعملية وفي المستشفى حاولوا يقتلوا ما كفهم مش الحكي هاد راحوا لبسوا قضية كمان يا معلم وحبسوا سبع سنين ورموا بنته وشلوا عرض العيلة كلها عن لترة اللي هم هلكوا العيلة كلها معلم هو صحيح هلأ طلع رضوان البرنس وهلأ كلنا بدنا نشوف شو راح يعمل رضوان البرنس بعد ما طلعه وأكيد ما هيخلي حدا منهم إلا يعني يفجره بس خسرت كل شيء معلم عشان تكون هالإنسان الملاك المشكلة في رسالة هذا المسلسل الواحد جد ما هو عارف شو رسالة هذا المسلسل اللي بيوصلها هل أنك أنت تكون حدا منيح وتأكل زفت وتظلك منيح ولا أنت تكون حدا منيح وعيلتك يكونوا بيخزوا وبدك تحملهم ولا هو أنه عادي أنت تكون عاطل مع أخوانك زي ما أخوان البرنس كانوا عاطلين معه حتى لو أخوانك كانوا مناح معك عادي أنك تأكل حقي أخوانك ولا مش عادي أنك تأكل حقيقة يعني ما أحد ما أحد أفهم شو الرسالة الجوصلة هذا المسلسل اللي تريد بعدين يعني جد جد هذي عيلي يعني يعني عيلي جدا وسخة واحد متجوز رقاصة على قولتهم والثاني بيحب مرت أخو والثالث شمام مدمن وحاطت واحدة معاه في البيت وهي كمان شمامة مدمنة ومش راضين لا هو يترك المخدرات ولا هي تترك المخدرات ووحدة بتخلي جوزها يروح يتفق مع أخوانا العاطلين علشان يقتلوا أخوها المنيح علشان هم يخضوا المصاريف يعني يعني عاطلة عبيد فلوس لتر العبيد فلوس فمش عارف أنا شو هالتجسيد المش طبيعي لهاي العيلة والمشكلة إنه كنا عارفين أو كلنا عارفين إنه هذا المسلسل أكيد رح يكون ترندي وأكيد رح ينشهر والمشكلة إذا حدا عجبته شخصية واحد من هذول الناس العاطلين في المسلسل وراح يقتدي فيهم المشكلة إنه إحنا عندنا في الأفلام والمسلسلات اللي قاعدة تطلع إنه إحنا ما بنحط في بالنا إنه الأجيال اللي عم بتحضر هذه المسلسلات وهذه الأفلام لوين عم يمكن توصل؟ لوين؟ يعني هذي مشكلة جد حقية في الأفلام والمسلسلات اللي عم بنشوفها واللي عم تطلع على الشاشات لا والأعطل من هيك الأمين اللي في هالمسلسل اللي أصلي متداقين إنه هيك الأولاد عملوا في حياة أخوهم لا شاركوا في الجرائم كمان اللي بعملهم يعني مش إنهم راحوا ربوا ولادهم ولا راحوا دقوا في ولادهم ولا كانوا ضدوا ولادهم لا ضلهم ساكتين علشان أولادنا حرام يعني شو بدنا نعمل لازم نعيش ونعيشهم كل هذه الرسائل اللي بتبثها هذه المشاهد اللي من هذا المسلسل هي يعني مشاهد لترالي يعني أو رسائل مش صحيحة ومش صحية إنها تنتشر بأفكار وبروس الناس اللي بتحضر هذه المسلسلات خاصة جيل الشباب والشغلة اللي كثير صراحة أنا شفتها كثير خطير أنا تنتشر إنه رضوان البرنس أخوه مدمن وهو كثير منيح معه وما عاقبه ولا مرة وعادي سامحوا لما راح تبلغ عليه كمان لأنه أخوان الثانيين هددوا واللقاي ممكن شوين مشيها بس إنه ما تعاقب لهلا الولد أو ما حاولوا إنهم يعالجوا حتى لو غصبا عنه من هذا الإدمان وعادي عايش بكل إرياحية معاه وبيشتغلوا بجيب مصاري وأمور وطيبة 100% وهي صراحة من أخطر رسائل اللي كانت في هذا المسلسل كمان ولأ المشكلة إنه بيجي الناس بتحكي لك والله إنه مسلسل فرافي وبيجنن يعني عمي والله إنه مسلسل جد 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 مسلسل بيقرف والعيل اللي فيه جد بتقرف والرياكشنز والأشياء اللي عم بتصير فيه هي قصة ومواضيع جد بتقرف فطولنا رأيكم بالكومنتس اللي نعرف قديش فيه ناس حاب المسلسل أو الرسائل اللي عم تنبث منه طولنا إيش أنتو حابين في المسلسل وإيش أنتو مش حابين في المسلسل إذا فيه إشي فعليا مش حابينه فيه المسلسل لهو أنا بقدر أقول لكم يمكن كل عام تب خير قرب العيد وبقدر منكم رمضان كريم وبشوفكم المنسيت أحكي لكم شغلة كثير ضررية وجد الله يشتر من الناس اللي بتحب هذا المسلسل الكم مسبف الثانية راح تنزل في الكومنتس وسلام مرة ثانية